بالراية وحدها تليق وصف العدل والعدالة وباسم قضاء العراق تعلو عنوين النزهة وانصاف الحق والصدق والاستقلالية فيعتز كل قاضي ان يكون جنديا لاجل ان يرفع شعار وزن بالقصطاص المبين ذلك شعار يمجد القضاء في يومه اعلان استمرار المسيرة فتصبح المحكمة بيتا للباحثين عن الحق ويحسب فيها المجرم باسم القانون وبلسان ينطق بالحق لا غبار فيه او عليه في يومه يعلن استمرار المسيرة مسيرة العدل والنزهة مسيرة تكون فيها المحاكم بيوت الفصل في القضايا بمنطرقة تعلن صوت الرسالة العراقية العريقة في تاريخ القضاء في يومه اذا يعلن القضاء العراقي فخره بالنزهة والاستقلالية عن التشريع والتنفيذ ويزف القضاء العراقي في يومه بتربعه على عرش المركز الاول بين معاهد الدول العربية بعد حصده اعلى الاصوات القضاء وقد اعلنها فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى استقلالية القضاء الذي لا تقف في وجهه الضغوط سواء كانت سياسية او غيرها موجها رسالته المباشرة لكل القوى السياسي ان احترام القضاء وقراره بموجب الدستور والقانون هو واجب وطني ملزم للجميع سيما انه قضاء العراق الذي يثبت دوما نزاهته ومنذ القدم واليوم يؤكده بالفوز باجمال خمسمائة نقطة لينال المركز الاول بين الدول العربية لهذا العام